اهلا بكم في الحلقة الرابعة من مدرس انجليزي شاطري الموسم الثالث النهاردة هنتكلم عن مجموعة من الاخطاء اللي بيقع فيها مدرسين الانجليزي هم بيدرسوا مهارة الريتن طيب قبل مبدأ حابب بس انوه ان الاخطاء دي خليني اخصصها لمدرس الانجليزي اللي بيدي كورس جنرال جنرال انجليش الطلبة جايين ياخدوا حسينه الانجليزي بصفة عامة والريتن جزء من المنهج او جزء من الكورس بوك مش هتكلم عن مدرس الانجليزي اللي بيعد الطلبة بتوعه للامتحان يعني سواء كان ايلتز او طوفل او اي امتحان دولي لان اعداد الطلبة للامتحانات طبعا تدريس مهارة الريتن فيها هيبقى مختلف شوية لان النهاردة الحلقة هتبقى الجزء الاول هتكلم عن مجموعة من الاخطاء والجزء الجاي او الحلقة الجاية اللي هي رقم خمسة هتبقى عن المجموعة الباقية من الاخطاء اللي معي لان انا معي 12 خطأ او 13 خطأ بيعافيهم المدرسين لو بحطتهم كلهم في حلقة واحدة اعتقد الحلقة هتطول وممكن ما تبقاش يعني الناس لما تشوف الفيديو مدته طويلة ما بتفرجوش فمعليش ان هقسمها برضو زي ما اسمت اخطاء الجرامر على حلقتين هقسم برضو اخطاء الريتن على حلقتين وخليني اناوه مرة تانية الاخطاء دي لمدرس الريتن اللي بيدرس رايتن كجزء من منهج جنرال انجليش اللي هو بيحاول يقوّل الطالب او الطلبة بتوعه بصفة عامة في اللغة وفيه رايتن وفيه سبيكين وفيه رايتن وفيه ليسنين فيه وكابليري وفيه جرامر فبقى فيه اهداف متنوعة في الدروس واهداف متنوعة في المنهج فالنهاردة انا بتكلم على جزئية الريتن جوه منهج جنرال اه اتمنى تكون بس الجزئية دي واضحة عشان الناس هيقول لي مثلا في الايلتس طب في التوفل طب في الاو اي تي طب في البيتي اي يعني كل دي امتحانات ببقى ليها تكنيكس مختلفة تدريب الاستورنس على استراتيجيات الامتحان ببقى لي تكنيكس مختلفة ممكن شوية ببقى فيها بنتغضى عن بعض الاشياء عشان ندربهم على طريقة الحل حتى لو التاسك مش اوثنتيك ببقى فيه تاسك مطلوبة عشان اسبات مهارة اكاديمية معينة مش من اجل التواصل فقط طيب خلينا عشان ما اطولش عليكم هنبدأ بالخطأ الاول اللي بيقع فيه المدرسين لما بيجوا يدرسوا مهارة الريتنج في كورس جنرال انجليش الدنيا بالتو خلينا نقول ان احنا بنعمل بنطلب منهم ان هما يستخدموا جرامر معين وفوكابيلوري معين فالفوكس يتحول من رايتنج للانجوج طبعا لما باج اتكلم عن كلمة لانجوج مش اصدي اللغة بصفة عامة انا اصدي السيستمز بتاعت اللانجوج ايه هي السيستمز؟ فالفوكابيلوري معينة او دعونا نشر كلمة ديسكورس دعونا نقول برونسيشن فونكشنل لانجوج لو هنتكلم على الفو سيستمز دول طبعا فيه سيستم تاني اسم ديسكورس قصته قصة شوية بس يعني خلينا عشان ما نخرج برا السياق مدرس الانجليزي، الانجوج دايما بيروح ناحية السيستمز لا بيروح ناحية الخروج السيستمز وهي حاجة الصلد اللى قادر يمسكها بأيد الى الى اللى قادر يشرحها الفو ساعدها جدا يسي heroin Walking يحسن لهم الـ grammar, يحسن لهم الـ vocabulary يحسن لهم الـ functional language فنهرب قليلاً من الـ skills ونبدأ شايفين أن هذا هو شيء نحن قادرين عليها وقادرين نشرحها فنركز عليها قوي فالدرس يقلب grammar أو vocabulary أو يقلب الـ functional language والـ writing يتوه في النص فده أول خطأ تبكيز كبير على الـ grammar أو vocabulary وإهمال قليلاً لمهارة الـ writing أرجوك حاول لو أنت عندك task writing حاول توصل لها طبعاً هنوصل لها من خلال الـ language أنا لا أقول أن grammar أو vocabulary ننسبهم لا لا سننسبهم ولكن لو لدينا درس writing يريد أن الطلبة فعلاً تكتب ويبقوا قادرين يحققوا هذا الـ task ويحققوا هذا الهدف لا نتوهش وانتوههم في وسط grammar و vocabulary لأن هذه هي شيء أنا رأيتها وطبعاً كل الأخطاء التي أتناقش معكم يا أخطاء أنا وقعت فيها بنفسي يا أخطاء أنا رأيتها المدرسين بيعملوها أسماء تقييمي لهم في قرصات مثل السلتة والتفل يا أخطاء سمعت بها من زملائي المدربين الذين يدربوا المدرسين فهي ليس أخطاء أنا يعني إيه جايبها من عندي هو التعب قبل كل حلقة أن أنا أعد أعصر دماغي وأعد أفتكر وأعد أسأل زميلي من النهاردة أنا سألت حامد مثلاً أنا كنت كاتب 10 نقط تحمد إداني نقطتين المرة اللي فاتت سألت إسلام يعني أنا أعد أسأل عشان أنا بعد ما أكتب النقط الضعف أو الأخطاء اللي بيقع فيها المدرسين دم أحس أن أنا ممكن ألاقي أكتر فهذا التعب اللي بيحصل قبل كل حلقة أن أنا حاول أدور على الأخطاء دي وحطها لقف حلقة أو حلقتين مثلاً لو هنقسمهم بحيث أن أنت ما تقعش فيها أو لو أنت بتعملها تبدأ تفكر بشكل مختلف وتبدأ تتجنب الأخطاء دي فأول خطأ زي ما اتفقنا في تدريس الرايتنج أن احنا بنبعد عن الاسكيل ونروح دايماً ناحية اللانجوج اللي احنا بنحس أنها الكمفرت زون بتاعتنا اللي احنا قادرين نشرحها اللي احنا قادرين نشوف تطور الطلبة فيها وبنديهم تاسكس فأنت شرحت الجرامر وتدي تاسك براكتس يحل على هذا الجرامر عشان يبقى أقوى في الجرامر تديته فوكابلري وبعدين تديته تاسك أو اكتفتي عشان يزود الفوكابلري في الآخر ما نلحقش نوصل للرايتنج فالفوكس بيتحول من الاسكيل بيروح على السيستمز أو اللانجوج الحاجة التانية الخطأ التاني أن احنا أحياناً بنبقى عندنا طموح كبير أن الطلب يكتبوا حاجات كتير ونقويهم في الرايتنج هذا الاكستريم الآخر فنبدأ نحضر لهم أكتر من تاسك في الكلاس وتاسك كبيرة فالطالب يتشتت ويبقى ويحس أن الموضوع تقيل قوي عليه ويفقد الأمل في أن الرايتنج بتاعه يتحسن إنما إحنا لو دينا له تاسك حاجة كده معروف رأسها من نجليها وقدر يحققها طبعاً من خلال مراحل الدرس المختلفة اللي أنا ممكن هتكلم عنها النهاردة برضو أو المرة الجاية لو قدر يحقق التاسك دي وقدر يحقق الهدف من وراها هو هيبدأ يتجرق على الرايتنج إحنا عندنا مشكلتين إن إحنا كتيتشرز أحياناً ما عندناش الجرء إن إحنا ندرس رايتنج نبقى خايفين قوي منها لإن إحنا خايفين من الرايتنج بتاعنا نفسه الحاجة التانية نتطلب بيخاف منها فإحنا عايزين نهرب من القصة دي ونركز على الحاجات التانية ونبعد عن الرايتنج لإن مشكلة الرايتنج إن إنت بمجرد ما كتبت وبعدت الإيميل أو عملت سبميشن للأسايمنت أو كتبت الكومنت وعملت سند هو تقرأ وأخطاء الرايتنج بتفضل موجودة ومحفوظة ومتشافة إذا كنت عملت سليب إذا لم تأخذ باله ولم تأخذ بالك الدنيا ولم تأخذ بالك الدنيا إلا طبعاً لو هي في فيديو أو في فيديو مسجل أو أياً كانت فإحنا نخاف من الرايتنج فغالباً نهرب لللايج أو نقعد ندي تاسكس كثير لكي نحس إن الطالب إنه يتحسن ونكون محضرين جمد قوي فالطالب يبقى اوفرولمد ونقدرش ندي فيدباك وطبعاً هناك نقطة تانية عن موضوع الفيدباك ممكن ما تبقاش النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني من أخطاء الرايتنج كده الخطأ الثاني الخطأ الثالث إن نديلانجوج والنط على الرايتنج على طول إدناهم اللانجوج اللي هتساعدهم وبعدين رحنا فين؟ في حتة كده في النص اسمها براينستورمين لو أنت ما عملتش براينستورمين هو كده كده هيحصل غصب عندك ليه؟ الطالب هيقعد يفكر فوقت التفكير ده ده وقت ضاع فبدل ما انت تقول لهم يلا كتبوا باللانجوج اللي يحتاجوها في حاجة بنسميها يوسفل لانجوج فاكرين لما قلت لكم في النقطة الأولى ان احنا بنفوكس على الجرامر أو الفوكابلوري؟ لا احنا نفوض نبدي للغة اللي هم هي استخدموها في التاسك بنسميها يوسفل لانجوج فالسجسشنز دي بتبقى أحد الستيجس بنعمل تتش على الجرامر اللي ممكن يحتاجوه بنعمل تتش على التابعة اللي ممكن يحتاجوه بنعمل تتش على ممكن الـ الانجوج اللي هم هيحتاجوها وطبعاً انت مش هتختارع ده هل تستطيعون ذلك من خلال موادل وانت هتعمل اناليسيس للمودل ده وتشوف لهم هيكتبوا complaint إيه الفوكابلور اللي دايما بيظهر في الكومبليينز إيه الستروكشورز إيه الجرامر اللي دايما بيظهر في الكومبليينز فبدل ما هتعمل فوكس على الجرامر والفوكابلوري هتعمل suggestions لللي ممكن يحتاجوه وتعمل له clarification سريع أو touch عليه طيب بعد ما عملت التوتش ده هنطط على طول على الرايتن لا في مرحلة كده اسمها brainstorming and preparation الbrainstorming ده انت بتعمل elicitation فبتساعدهم يفكروا بتساعدهم يشوفوا بتحطوا لهم graphic organizer معين لو هي مثلا advantages and disadvantages ممكن تقوم عمل t-chart لو هي مثلا problems and solutions لو هي أي حاجة بنعمل graphic organizer المناسب اللي ساعدهم بي يفكروا ويطلعوا يعملوا brainstorming للأفكار دي والأفكار دي ممكن تتحطي على البورج فهو بيكتب ما يبقاش متشتد ويبقى عارف ان هو قبل ما يكتب لازم ياخد وقت كده يفكر انت حتى لو native speaker والله العظيم انا شوفت native speakers طبعا انا بشتغل مع native speakers كseltacutors بيشوفهم وهم بيكتبوا التقرير احنا بنعد نكتب تقرير كتيرة جدا في السلفة بيبقوا عادين كده اللي هو بيعدوا يفكروا ويختاروا الكلمات ويعملوا brainstorming ويبصوا على الكريتيريا ويبصوا على المحتوى ويبصوا على layout اللي مفروض التقرير اللي يطلع به وهكذا فما بانك بقى بالnon native او الطالب اللي لسه بيتعلم منك فلازم يبقى فيه stage كده brainstorming لازم انت تبقى محضرها كويس او على الاقل تبقى عارف ال graphic organizer المناسب اللي ممكن الافكار تتحط فيه عشان تساعدهم في الكتابة لان الطالب مش هعرف يعمل حاجتين هيكتب ويستخدم اللغة بشكل قوي ويفكر طلع افكار انت لسه بتعلمه هو دلوقتي مش داخل الامتحان ولا رايح يكتب بجد ده هو عايز يتعلم يكتب ازاي فانت بتدربه على brainstorming عشان بعد كده يقدر يعمله لوحده يبقى عارف كده ان فيه خمس عشر دقايق هيروحوا واحنا قاعدين بنطلع بنرتب افكارنا عشان لما نيجي نكتب يبقى الكتابة يعني اكثر سلاسة واكثر سهولة وسرعة تماما الغلطة اللي بعد كده ان انت وانت رايح تدي ال class بتعمل planning كويس جدا للستيج الاولى للستيج التانية للستيج التالتة خلينا لو هنتكلم على model approach بتعمل planning قوي جدا لل lead in ازاي هتبدأ الدرس بتعمل planning قوي جدا للmodel اللي انت هتدهلهم والتاسك ال reading task لان دايما انا بفضل ان احنا نديهم model ده بيسهل عليهم جدا عشان يبقوا شافوا نموذج لحاجة شبه اللي هيكتبوها والmodel ده انا بنطلع منه ال useful language تمام ال useful language اللي هي structures اللي يحتاجوه function language اللي يحتاجوها وبعد كده بنعمل preparation بنعمل general analysis بنوريهم layout وبعد كده brainstorming يعني general analysis preparation brainstorming بيحصلوا قبل الكتابة على طول تمام بعد كده بيكتبو في اخر stage بتبقى writing اخر stage في درس writing بتبقى writing task بتبقى اخر حاجة بتحصل في اخر ربع ساعة وفي اخر تلت ساعة طبعا يعني ربع ساعة و تلت ساعة ده including feedback طيب دلوقتي انا بعمل planning كويس لكل دول والجرس ضرب قبل ما نوصل هنا انت محققتش الهدف وطبعا ناس كتير قوي بيضطروا يقوموا عاملين ايه يدوها للناس لل students كhomework لو انت الدرس خلص الجرس ضرب او الخمسة واربعين ديئة خلصوا او ايا كان الوقت بتاع الكلاس بتاعك خلص بعد ما عملت ال four stages اللي اتكلمنا عليهم lead in exposure to a model useful language general analysis and brainstorming هنا والوقت خلص انت محققتش الهدف فده الخطأ الجاي اللي هو ايه ان انت تدي لل students التاسك كhomework يروحوا يعملوها في البيت وتلقي عندك بقى يعني تلاتين اربعين تاسك محتاج تصححهم ده لو انت بتدرس كلاس واحد هم بالك بقى مجموعة من الكلاس يبقى كده في خطأين انا نطيت بسرعة على ان هي ان احنا بنتديها دايما هومورك وبنهرب وهم برضو يهربوا وممكن ما يعملوهاش وانت ممكن ما تتبعش عشان تخافت صححها او الان فالخطأ اللي قبل موضوع الهومورك هو not planning the writing lesson backwards يعني ايه backwards يعني انا لو عندي درس writing بخطط لل 15 دقيقة او ال 20 دقيقة الاخيرة في الدرس اولا تخيل الليسون بلان قدامي طبعا انتوا ان شاء الله النهاردة في الهدية فيه لسون بلان كاملة ومش بس الليسون بلان لا ده هي بدقة هي محطوطة في فايل واحد اول صفحة في الفايل ده ومستة وعشرين صفحة اول صفحة هتبقى ال feedback sheet حامد شريف كان التوتر وده كان كورس برا مصر online والمتدربة او المدرسة دي او المدرس ده يعني تقريبا ايطالي او ايطالية يعني المدرس اوروبي مش مصري المرة انا بحاول ان اووعلكو في الهدايا عشان ايه الموضوع يبقى شيق بالنسبة لكو والهدية من النوع ده انا طبعا يعني ببزل مجهود في المحتوى وببزل مجهود في ان انا اديك هدية او اديكو هدية تحسوا فعلا ان هي حاجة اوثنتيك وحاجة طلع بجد مكنتوش هتشوفوها قبل كده انا دايما بحاول يعني ايه المحتوى بتاعي ما يبقاش متشافقة طبعا الدنيا بدأت تتقلد بكل حاجة وتحية للناس اللي بتقلد يعني بس انتخدوش حاجتي كون ان انت معاك سلتا لسن بلان حقيقية من كورس سلتا وفيدباك حقيقي كاتبه سلتا تيوتر النهاردة السلتا تيوتر اللي كاتب في فيدباك حامد شريف ده في اول صباحة لانجوود جاناليسيس حقيقي ماتيرياز حقيقية استخدمت في كورس سلتا سلف ريفلكشن حقيقي كتبته المتدربة او كتبه المتدرب بنفسه المحتوى ده كونه اثنتك يساعدك تشوف ايه اللي ممكن يبقى مطلوب منك في كورس السلتا تبقى عارف الدنيا بتبقى ماشية ازاي ده المحتوى بتاع تي في اعتقد سري طبعا كانت في بداية الكورس المتدربة لسه بتتعلم انا مش بقول ان اللي سن بلان بيرفكت وهتلقي في عمود الكومنز التيوتر كاتب ايه اللي كان بيحصل في كل مرحلة اثناء التدريس وفي الفيدباكشيت في اول صفحة هتلقيه كاتب على كل كريتيريا في الدرس او معظم الكريتيريا في الدرس كانت قوية ولا ضعيفة وليه فده حقيقي يساعدك كمدرس تبقى دخلت سلتة من قبل ما تدخل تبقى شايف ايه اللي بحصل بالزبط خلينا نرجع تاني الناس اللي بتحضر اللايف بس هي اللي بتاخد الهدية خلينا نرجع تاني للخطأ اللي هو ما بعملش الخطة بتاعة اخر ستيج اولا يعني انا اهم حاجة عندي في درس الرايتنج الستيج الاخيرة اللي هما يكتبوا فيها وياخدوا فيه باك عليه على كتابته صح؟ فازاي هتم هنا يعني اول ستيج تاني ستيج تالفة الرابعة في الاخر ملحقش لأ ده مهتم اوي ان انا اعمل دي الاول وخطط لها كويس اوي واشوف هتاخد وقت ادئي بالفيدباك بتاعها وبعد كده اوزع بقية الوقت بتاعي على الستيج دي فجيت هنا في الموديل ستيج التاني اللي هو exposure to a model لقيت ان انا عامل reading task خمس ستة اسئلة هتاخد لها ربع ساعة طب انا دلوقتي دي اخد تلت ساعة من اصل خمسة واربعين ديئة ازاي هدي هنا تلت ساعة في الريدنج هو انا محتاج امني الريدنج هو انا محتاج انا مهارة الريدنج النهاردة ولا محتاج بس اعمل touch على الريدنج والهدف الاساسي انه هم يشوفوا الموديل اللي هيكتبوا زيه خلاص شيل خمس اسئلة واسيب سؤال واحد بحيث ان بدل ما تاخد تلت ساعة او ربع ساعة تاخد خمس دقايق يبقى انا كده عملت ده عشان خاطر التاسك دي ما اديتش لدي حققها وجيت اهملت في الاخر نقصته الخمس دقايق تبليد ان بتاعي ده انا هتطلهم اربع اسئلة ده هيتناقشوا هيبقوا يعني they will get engaged بشكل عظيم وحاجة هتبقى قوية جدا فممكن تاخد لها من عشر لربع ساعة عشر دقايق لربع ساعة لديد ان لا انا ما عنديش وقت لده انا عملت ربع ساعة هنا وربع ساعة هنا وربع ساعة هنا الدرس غلص ده انا حتى ما لحقيتش عمل brainstorming وما لمسوش فالدرس فاشل الدرس not to standard ما حققش لهدف بتاعه لا يبقى انا طالما حطيت هنا ربع ساعة او تلت ساعة هبدأ ابص على الليستيجس دي شكلها ايه وها هادابت الليستيجس بناءا على ان انا عايز الحق اعمل دي اه تبليد ان كان اربع سئلة لا خليهم سؤال واحد ايه ده السؤال واحد ده ممكن يعني يضيع وقت كمان لا ده انا هتجيهم صورة ويقول لهم يعني what came to your mind when you saw this بس كده ممكن اشيل الليد ان كله متخيل وابدأ من اعمل setting لل reading task واخش عليها على طول ممكن اضحي بالليد ان عشان الحق اعمل دي ما اديش الليد ان وابز المجهود فيه جبار وفي الاخر ما وصلش هنا تهم قصدي طبعا انا ما فضلش ان انا اضحي بالليد ان ما فضلش ده بس لو انت شايف ان تضحيتك بدا هتخليك تلحق writing ويكتبوا ضحي بي انا اللي بقولك لان ده الهدف الاسمة ده هدف جميل ولكن ده الهدف الاسمة طيب الـ useful language ايه ده ده هيحتاجوا present simple وهيحتاجوا present continuous عشان يعملوا التاسك دي انا هشرح لهم بالكامل الـ two tenses اكنوا درس grammar لا مش هعمل كده طيب خلينا نرجع تاني plan your lesson when it comes to writing طبعا and speaking plan your lesson backwards يعني ايه backwards ابدأ بهنا وشوف الباقي ده ممكن يتلاعب فيه ازاي عشان يدخل جوه الوقت ما تيديش لده حقه وتضيع هنا تمام طيب اخر خطأ معنا النهاردة انا شفت الخطأ ده بس مش كتير ان انت تطلب من بعد ما يخلصوا كتابة انهم يقروا لو كتابو او تلعود ودي حاجة كنت اتكلمت عليها قبل كده في اخطاء الريدنج ممكن لو اللي حقنا نعمل على ريدنج حلقات في رمضان ده مدرس انجليزي الشاطر الموسم التالت ان شاء الله نعمل برضه ملحقناش خلاص تبقى مدرس انجليزي الشاطر الموسم الرابع ان شاء الله في رمضان القادم لو عشنا وكني نعم طيب ما تطلبش من الطلبة انهما بعد ما يخلصوا كتابة ان هو يمسك اللي هو كتبه ويقرال الاخرين هل هل دي حاجة بتحصل في الواقع ان انا اكتب حاجة وقرها بصوت عالي وبس كده ولا انا بكتب حاجة وببعدها الحد او بديها الحد فين الجمهور وطبعا دي احد النقط اللي هتكلم عليها في الجزء التاني من اخطاء الريدنج الجمهور بس مش عايز احرق النقطة دلوقتي لان هتكلم عليها للحلقة الجاية ان شاء الله ما تخليش الطالب بعد ما يكتب يمسك اللي هيكتبه ويقرأ وتلاود للكلاس كله ده is very unnatural ده unnatural reaction to writing تبقين unnatural reaction unnatural reaction هنعرفه الحلقة الجاية من خلال مجموعة الاخطاء ستة سبع اخطاء تانيين عن تدريس مهارة الريتنج دول كانوا ستة اخطاء النهاردة اول حاجة تكلمنا عنها كانت ان احنا بنركز على grammar فقط او vocabulary فقط او systems بتاعت اللغة وننسى لان systems او language grammar function language vocabulary ونسى نسى 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 تأثيرها على الطلبة اسرع نسى الخطاء الخطأ الخطأ الثالث لا تتتكرم للمشاهدة دائماً تتبع ب pequم هاتفك بكارئين لا تتجهد على استخدامه مهاتف عقلية لا بدرجها في تقوم بصق التصوير يعني دائماً تبعه الهومورك كده على البيت دائماً تبعهسب الله لا يمسكون في الكلاس الخطأ السادس هو الناطرل الإجانية إلى صقات التصوير وكذلك تبعهم بصق التقم بأسفك و يقراها على الهاتف بيما تبعها فانت لو عندك عشرين ثلاثين طالب يعني الطالب الشاي مش هيبقى عايز يقرأ ولو انت خليت مثلا خمسة سبتة يقرؤ والباقي عايزين يقرؤ الناحية التانية بقى احنا عندنا 2x streams هنا ان الطلبة مش عايزين يقرؤ ومكسوفين او كلهم عايزين يقرؤ انت شمعنا زميلي اقرأ وانا لا فهتلحق تعمل ده امتا وقت عمال يروح بدون فايدة حقيقية لو هتقول لي لا الpronunciation لي اكتفيتس كتير way less boring than this this is really boring شكرا